بداية كيف تفسر توقيت انعقاد هذه القمة الثلاثية في طهران بعد أيام قليلة من زيارة بايدن للمنطقة تحية طيبة لك سيتلينا وإلى جميع المشاهدين وضيفك الكريم طبعا أعتقد التوقيت مهم جدا كما تفضلتي أنها تأتي بعد أيام على عقد القمة للرئيس الأمريكي في جد فهناك محاولات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إيران في مجال العقوبات الأمريكية الاقتصادية وأيضا روسيا تعاني من عقوبات أمريكا تفرضها الولايات المتحدة عليها أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك دعوة أو هناك تركيا تعلن أنها تريد شن عملية عسكرية على مناطق في شمال سوريا فطبعا هذا مرفوض من قبل روسيا ومن قبل إيران بالرقم من أن إيران قالت مرارا واليوم أيضا سمعنا كلام من قبل غاية الثورة الإسلامية قال فيه أن إيران تتفهم مخاوف تركيا الأمنية وإيران مستعدة للتعاون مع تركيا أمنية لمحاربة الجماعات الإرهابية ولكن لا نرقب بشن عملية عسكرية لأنها ستكون مضرة على تركيا وسوريا وعلى المنطقة برمتها فأعتقد هناك غضايا كثيرة سيتم تناولها خلال هذه القمة أمنية وعسكرية واقتصادية وأيضا سياسية هي مهمة للدول الثلاثة تركيا وإيران وروسيا ستكون مهمة في شتى المجالات وأعتقد هناك حضوظ لنجاح هذه القمة بما أن هناك نوايا حسنة من قبل الدول الثلاثة للتوصل إلى تفاهمات تخدم مصالح موسكو وأنقرة وطهران